مجلس الأمن يكثف من سياسات الضغوطات لإنهاء الحرب في اليمن هذا ما أفصح عنه تاكيد دول الفيتو على الوقف الفوري للتصعيد في مارب بالتوازي مع إدراج قادة حثيين في القائمة السوداء فالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والتي تعرف بدول الفيتو شددت على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري في محافظة مارب التي تشهد تصاعدا لوطيرة الهجمات الحثية وفق بيان مشترك لبكين وباريس ولندن وواشنطن وموسكو البيان الذي وقعته بعثات الدول الخمس المعتمدة لدى اليمن عقب اجتماع رؤسائها مع السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر أدان هجمات الحثيين ضد السعودية ودع الأطراف كافا إلى الانخراط الجاد في حوار حقيقي بهدف الوصول لحل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية ويخفف المعاناة الإنسانية لليمنيين بحسب بيان الدول كانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن قد أدرجت في العاشر من نوفمبر الجاري ثلاثة من قادة ميليشيا الحوثي على القائمة السوداء لتهديدهم السلم والأمن في اليمن وهو ما يعرضهم لتجميد أصول أموالهم وحضر سفرهم تأكيد دول الفيتو بمجلس الأمن على الحوار بين ما تسميه أطراف الصراع في اليمن وفرضها عقوبات على قيادات حوثية في الوقت نفسه يشير بالنسبة لمراقبين إلى أن الدول الخمسة المؤثرة في المشهد الدبلوماسي العالمي لا تزال تمارس سياسة التلويح بالعقوبات الجزئية لإخضاع الحوتيين للعملية السياسية وهي سياسة أمريكية فشلت مرارا وأدت إلى تصلب الميليشيا في تصعيدها العسكري بينما يرى آخرون أن المستفيد الوحيد من الدبلوماسية السلمية للمجتمع الدولي هم الحوثيون الذين يجدون في السلام وقودا لحصد مكاسب من خلال الحرب اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر